كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع أنا بقولك ما تفكر خلص يعني امشي في الأمور وما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبين عندي يعني السعادة طاغية على الكروت فمبين أنه بالعكس اللي بدك يا رح يصير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي على الطريق ولكن بدها صبر أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف فيه عندك ups and downs يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكذا من أقصى اللي ممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت مور يعني واقفة فأنا بشوف لأ الموضوع عم بمشي لمصلحتك شايفي هون شايفي هون أنك أنت عم تحصل على شي عم بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة آآ هون أنا شايفي كمان قصر أو بيت ممكن يكون بيت الزوجية أو رح يتغير سكن ممكن تكون أنت بتفكر بسكن أكبر أو سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يراححك آآ نفسيا عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بتفكر تغيير البلد كلها أو المدينة نفسها ففي تغيير أنا شايفي على هذا الصعيد هاي الكروت مشكلتها ما بتقبع في هذا الكرت بشوف أنه أنت عم تغفر لناس أزوك ولكن من جوه ما عم تنسى عم بتحاول تطلق طاقة يعني إيجابية ناحية هدول الأشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة إيجابية وهذا إشي صحيح مية بالمية عم تخفي طاقة الغضب عم بتكون فاهم معظم الأشخاص اللي حواليك ولكن عم تعمل يعني كتمان على هاي الأمور بشكل عام عم بتكتم على مشاريعك المستقبلية شايفيتك كمان مثل جذاب كتير عم بتكون هاي الفترة عم بتشد الجنس الآخر بشكل رهيب شايفي فيه نصر فيه انتصار فيه تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر لأنا شايفي أنا بداية أو بشائر خير في هذا الموضوع فيه موضوع انت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقة عاطفية يا زواج ممكن يكون زواج لأنه في النهاية فيه برضو طلع عنا نفس القصر أو نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه في هذا الكرت عم بشوف فيه نوع من العدائية حواليك ناس بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا فيك اكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي اقارب عمل فيه ناس عم بتحاول توقعك ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك او على يمكن ادل الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس واصلين يمكن مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي انا عم بحكي عنه ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية التانية عم تهمش الكل عم يعني عامل حالك مش شايف شي ولكن انت فاهم كل الموضوع هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس اه اليك ممكن تمتد لاجيال شايفي في عندك نجاح في العمل اه مش بس بس بهذا الشهر بكل الاشهر الجاي اه خلينا نقول لمدة اه سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه اه يعني تمتد هاي الطاقة هادا الكرت لاكتر من شهر لا شهور اه بشوف انك اكتر تركيزك على اطفالك اذا كان اذا كنت متزوج او على يعني اخوي يكونوا اصغر منك او اه عم تعطف عليهم عم يعني عم هذا الوفرة المالية عم بحس فيها اللي حواليك مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك اكتر اه من حالك اه شايفي فيه تقدم من ناحية المال اه هون شايفي انه شوفي برج الجوزاء هذا الكرت كتير حلو اه في امور كانت في في الماضي في اخر الاشهر اللي مضيت اه في موضوع كنت استناه كتير 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 حسيت انه معجز انه يصير ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج اه النتيجة رح تشوفها قريبا بما انه فاتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر خلينا نفتح عاطفيا لبرج الجوزاء شوفي عاطفيا لهذا الشهر بينت ان العلاقة ثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكرتين فيه شي فيه علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة شايفي عندك يا برج الجوزاء للأسف في عندك مشكلة بتاكر القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد آآ ممكن تكون من ناحية معنوية قلبك مجروحة كتير آآ عم بتحس آآ بالغدر عم عم تستنى كارما معينة عم آآ بتكون كمان فيه البعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة خلينا ناخد كرتين كرتين كل كرت ايش فيه فهذا الكرت كتير مهم طفالنا الشمعة فخلينا نشوف ايش هو آآ شايفي فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايفي فيه طبعا القراءات العاطفية حبايبي يعني كل برج عم بعيدها ممكن تكون آآ عكسية شايفي انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف التاني عم ياخد جزاؤه فانت آآ على الاغلب كنت عم تحلم باشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت بخيالك تفكر آآ بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتوج يعني عم آآ بتتحول لحقائق هاي الامور كمان شايفي فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية هذا القرار انا بشوفه اكتر اللي هو آآ تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد هلا الناس اللي بناتهم كتير مشاكل وللمتزوجين اللي كترة المشاكل بناتهم آخر فترة فيه احتمالي ياخد قرار برج الجوزاء بالطلاق او اني فكر بالموضوع او الطرف التاني عم بيفكر بالموضوع ولكن بهذا الشهر ما فيه يعني ما فيه اللي هو طلاق او انفصال او كزا ولا المرتبطين نفس الشي عم بشوفك بتحقق خلينا نقول كل امنياتك كان في عندك امنيات ممكن تكون صغيرة اللي هو انت من النوع القنوع يعني بتقتنع وبتكون سعيد باصغر الاشياء بتعرف كيف تستمتع في الحياة برج الجوزاء مع ان البعض يعني بيقولولي انو حظهم قليل من برج الجوزاء بس انا بشوف مع الوقت مع الصبر عم تتحقق مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير فيه احداث عم تتحسن اول باول وعن توصل لك اخبار بتفرحك لما انو فتحنا العاطفة رح يعني تكتشف انو الحبيب فعلا بيحبك كل الحب في نهاية لعلاقة ثلاثية فكرتين شايفيتك عم تتحدى عم يعني من بعد خلينا نقول تعلق كبير فيه وتفكير طول الوقت وتعب نفسي طول الوقت ومجاهدة يعني في الموضوع شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت فيه شي رابطك في الموضوع اما تفكيرك او الادمان عالشخص التاني فيه اشي يعني ما عم بيخليك او انو انو انت مترابط معه روحيا بطريقة رهيبة فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع ممكن القراءة تكون عكسية وممكن الطرف التاني عم بيخس بهذا الموضوع هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية ليش عم بقول انو تترك العلاقة الثلاثية لانو النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفيه انتصار بهذا الموضوع عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على مشارف هذا الموضوع على مشارف الانتهاء رح تكون شايفي فيه ناس كتير غدروا كتير تحملتهم كتير فيه ظلم كبير كبير لبرش الجوزاء بالفترات الماضية ولكن هذا ايجاب بشامل كرت النصر فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص فيه عندك انتصارات كتير هاي الفترة يا برج الجوزاء ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص خلينا نقول مش بالعلاقة العاطفية هون بشوفها اكتر من الاقارد من زملاء العمل عم تنغدر منهم وعم بتحقق برضو هون انتصار ما بعرف عندك كتير انتصارات ولكن من بعد تعب من بعد تشويش من بعد عناء وكأنك رح تحصل على الشغلة ولكن يعني بتعب بجهد اذا عاطفيا بشكل عام بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة الثلاثية او بداية لانتهاء هذا الموضوع شوي شوي عم يختفي بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية نتيجة ممكن يكون طاقة سلبية موجودة عندك ذكرناها لانه الكرت هون طلع مقلوب تاكر القلب عم بشوف عندك امتصار على اكتر من شكل على اكتر من نوع الطاقات هي مائية بامتياز عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية اذا هذا كان لبرج الجوزاء. طب خلينا نشوف اذا فيه نصيحة او اي شي من بيقول لك انه تشارك همومك مع الثانين ما تضلك هاكل الهم لحالك وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم ما بدك تقول لحد عن مشاعرك ما بدك هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك ما بنصحك اه تفضفض للناس اللي هم زملاء العمل وكذا لا يعني شخص من العائلة شخص موثوق في مية بالمية ممكن انك تستعين فيه. عم بشوف عندك برياء عالي يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا. هذا الكرت عم بيقول لك لا يعني يعني اعمل في هذا الموضوع. اه شارك هذا الموضوع مع المقربين. يخفف عنك اكتر. كمان اطلب المساعدة يعني مش اه يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من حدا يعني دائما بعتمد على نفسه. حتى لو كان مش قادر بيضلوا معتمد على نفسه. فبيقول لك يعني خفف من هذا الموضوع استعين اه بالاشخاص لانه يعني الاشخاص اه ممكن يساعدوك. في تحقيق امنيتك في اه او يخففوا عنك. فبس بيقول لك اترك هاي العادة او شوي يعني خفف منها لهذا الموضوع. ازا برج الجوزاء بدأ تكون شوي الصبور. الجوزاء من الابراج الكتير زكية يعني. في موضوع كنت مكتم عليه كنت اه عم تعمله بكتمان ما عم تحكي للناس عنه اه في سبيل انه يعني يزبط او ما يزبط. فهو رح يزبط يعني ورح تعلن هادا الاشي ورح تحتفل فيه فحلو. شو هادا الاشي ما بعرفه. انتو بتعرفو اكثر لانو هاي اوراكلس مش كروت عادية. اه حباعي برج الجوزاء بشوفكم ان شاء الله.